فوائد شرح كتاب اقتضاء الصراط المستقيم لمخالفة أصحاب الجحيم لابن تيمية قال رحمه الله فأما في دار الإسلام والهجرة التي أعز الله فيها دينه وجعل على الكافرين بها الصغارة والجزية ففيها شريعة المخالفة نعم كلما كان المسلم أقوى فإنه تشرع المخالفة ومن ذلك إذا كان في بلاد المسلمين وبين المسلمين وبين عدد كثير من المسلمين فإنهم حينئذ يكون لهم قوة فلا داعي إلى أنهم يتنازلون عن شيء من الزي أو من المظهر وإذا ظهر أن الموافقة والمخالفة تختلف لهم باختلاف الزمان والمكان ظهرت حقيقة الأحاديث في هذا نعم تختلف باختلاف الزمان والمكان واختلاف المكان اختلاف الزمان كما سبق في أول الإسلام واختلاف المكان إذا كان الإنسان في بلدهم وهو وحيد وليس له كيان نعم لكن ترى يا شيخ مثل هذه الأقليات أنها لها كيان وجمهرة أتباع نعم نعم ولها اعتبار أيضا عند الدول نعم